مع ارتفاع الكبير الذي شهدنا في الإصابات بفيروس كورونا في الهند شهدنا ارتباك في الأسواق العالمية تحديدا في أسواق النفط خلال الجلسات الماضية وخلال الأسبوع الماضي نلقي نظرة عن أين وصلت أخر الطورات فيما يخص إصابات بفيروس كورونا في الهند التي تجاوزت حاجز 18 مليون إصابة الإصابات اليومية شهدناها هي الأعلى منذ بداية الجائحة تجاوز 380 ألف إصابة يوميا كذلك بالنسبة لإجمال الوفيات الذي وصل إلى مستويات قياسية أكثر من 200 ألف وفات في اليوم سجلنا أكثر من 3000 وفات في اليوم الواحد وذلك مع انتشار فيروس كورونا في ظل عودة الافتتاحات وافتتاح الاغتصاد الذي كنا شهدنا في الهند هذا ما أربك كذلك في الهند وارتفاع كبير في عدد الإصابات هناك ولكن نتحدث عن حملة التطعيم وأين وصلت حملة التطعيم في الهند إعطاء 145 مليون جرع هذا لا يكفي بالنسبة لي لو ما قرنناه مع عدد السكان في الهند الذي يتجاوز المليار 300 مليون نسمة لدينا حملة التي اقتصرت فقط على العاملين الصحيين ومن يعمل في القطاع الصحي ومن يوظفين الخطوط الأمامية ومن تزيد أعمارهم عن 45 عاما ولكن اعتبارا من الشهر القادم أو بداية مايو قالت السلطات الهندية بأنها من المتوقع أن يكون هناك أشخاص فوق 18 عاما مؤهلين لأخذ أو للحصول على اللقاح نتحدث عن كيف تأثر الوضع الوبائي في الهند على أسعار الخام أو كيف أثر على أسعار الخامات كانت هناك مخاوف انخفاض الطالب على النفط وكون الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم شهدنا خامبرينت الذي تراجع بأكثر من 5% وذلك منذ بداية إعلان عن ارتفاع الإصابات في جلسة العشرين من أبريل لغاية جلسة السادس والعشرين من أبريل شهدنا هذه التراجعات إلى مستوية الـ 64 دولار ولكن منذ هذه الجلسة بعد عودة ربما الأمال من التعافي الطالب خاصة بعد تقارير منظمة أوبيك بلاس وكذلك شهدنا بأن الطالب سوف يعود خلال الفترة المقبلة وقالت بأنه سوف يكون هناك نمو على الطالب في حدود 6 ملايين برميل يوميا خلال العام 2020 مقارنتين مع التراجع بأكثر من 9 ملايين برميل خلال العام 2020 كذلك بالنسبة للخام الأمريكي الخفيف الذي تراجع في حدود 5 في المئة ولكن انتحدثنا بشكل عام عن أهمية الهند لسوق النفط العالمي لدينا استراد نحو 84 في المئة من احتياجاتها النفطية الوردات في ديسمبر الماضي سجلت ارتفاع الأساس سنوي 12 في المئة هي الأعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات كذلك خلال العام 2020 وتأثيرها بجائحة كورونا شهدنا انخفاض الوردات السنوية بنحو العشر التي تراجعت إلى أقل من حدود 4 ملايين برميل يوميا أدنى مستوى في 5 سنوات كنا شهدنا كذلك انخفاض الطلب على الهند خلال العام الماضي بمقدار 470 ألف برميل خلال العام 2020 وذلك مع بداية جائحة كورونا ولكن توقعات وكالة الطاقة الدولية قالت بأن الهند ستتجاوز الاتحاد الأوروبي في استهلاك الطاقة وتمثل حصة أكبر من نمو الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين أي تمثل ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة ما بين العام 2019 و2040 ارتفاع الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 47 في المئة بحلول العام 2040 كذلك نمو احتياجتها للغاز الطبيعي التي ستضاعف بحلول العام 2040 و2030 كذلك قالت وكالة الطاقة الدولية بأن الهند ستكون مسؤولة عن نسبة 20 في المئة من الصناعة وتحدثنا عن الصناعة بشكل عام حول العالم ترجمة نانسي قنقر